السلام عليكم معكم اخوكم امين من قناة امين التعليم اليوم ان شاء الله بإذن الله سوف نرى في الترس الرابع من سلسلة الطرس سوف نرى ما هو المعنى سوف نرى التعريف اول شيء وكيف نطبقه في جوج الحالات الفارياب الكاليطاتيف والفارياب الكوانتيطاتيف اما الفارياب الكوانتيطاتيف سوف نبدأ ان شاء الله مع تعريف ديال الوغرافيك المملكة موسيقى هناك موسيقى الوصول لتسجيب فما فهمة من المعرفوات ممن بمسطر الأمور الأفضل المفضل لذلك نعم في مجموعة ميلاً يمكنكم الهجاب المفضل Forum هو الأول حاجة عبارة على حافة صورة صورة كتبالينا اي انسان ممكن ما يكونش فاهم هاد الزبغيفياسيون دي الاكس اي والان اي بمعنى هادل طابلو استاتيستيك يعني اي واحد غادي يجي غادي يحطو غادي يشوف الصورة دي هاد الميبيان اللي واقف تابا اللي قدمنا حاليا غاديبان غاديبالي غاديبالي عبارة على اعميدة اعميدة اللونانية كبيرة هادي صغيرة والثالثة والرابعة الاخرانية هي الصغيرة غاديعرف بان مثلا هذا العمود الاول هو اكبر عمود مثلا يعني عبارة على الصورة هادي هي الصورة اللي بغيش رحلنا مثلا في الجرافيك اللي من خلال هاد المعلومات اللي كتبننا في طابلو ستاتيستيك ممكن نحذدو واش هاد المغرافيك ديال الفرياب الكاليتاتيف ولا كونتتاتيف تيسكرات ولا كونتتاتيف 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 نتخدمناها بالن أو لا برعب Nab حنا مثلا في هاد المعلومات غبتن المعلومات ناخذ بها كمعيار ذه جدا ممكن يخدم started مثلا هاد المعلومات كتبنا X E تحت منا شنو فلقاز اللول F A غياني هي غير الخاصة هي La Langue Francais هادلو طابلو كي يعنينا يعني عدنا ربعة ديال فرنسي اسبانيول انجلي ايطالي يعني بش حلم تلميد تيقرا في هاد المادة باركزمبل ديال الفرنسي خمسان وربعين تلميد تيقرا في اللونج فرنسيس ثلاثين تلميد تيقرا سبليونية خمستاش الواحد تيقرا انجليزية عشرة ديال الناس تيقرا ايطاليانية قلنا البروف ديترميني لطابلو ديترميني لغغافيك ديال هادل الكاركتر اهنا كيبنى الكاركتر كاريتاتف اطماتيكمو دياجرام ديالها كنسميوه سيركولار كيف معرص صورة قدامكم تيبلكم واحد دائرة عبارة على سيركولار اه إلا بغينا نخدمو اول حاجة خاصنا نزيدو واحد لطابلو ديال الفا باش ممكن نصيبو هاد السيركولار السيركولار الدخل ديالو عبارة على زاواية كل زاوية كتكون كبر من الاخرى هاد الزاواية هما اللي من خلالهم كالقاوة الالفا باش كتساعدنا باش نعرفو كل مادة نحطوها في الزاوية كاين اللي كبيرة مثلا الفرنسي كبيرة كيفما كتبان لنا هنا 162 الفا خرجناها مورها الإسبانية كتباننا 108 يعني هي صغر من الفرنسي عندها واحد الحيس قليل مورها الإنجليزية مورها الطاليانية يعني عدد قليل يعطيناها الزاوية قليلة مورها الطاليانية سوف نعرفو إن شاء الله كيفاش سوف نحسبوها هاد الزاوية هاد هاد الزاوية هاد لفورمول ديالا يلكنا عدنا كنخدمو بالن اي شنو كنديرو كنهزو الان اي اللولا بار اكزمبل الكاز اللولا ديال الفرنسي كنهزو الان اي اللولا ديالا يعني الان اي هي خمسة واربعين هاد هي الفورمول تنقسموها على لنومبر دوتال 100 كندربوها في 360 كتخرج لنا الفا بمعنى خمسة واربعين نقسموها على 100 وكندربوها في 360 كتخرج لنا 162 طابلو التاني بالنسبة للغة الإسبانية 30 على 100 في 360 كتخرج لنا 108 بالنسبة للغة الإنجليزية 15 على 100 في 360 كتخرج لنا 54 بالنسبة للغة الإيطالية 10 مقسومة على 100 كندربوها في 360 كتخرج لنا 36 30 في المجموع تلقاوا 360 دراجة هاتشي لنا كنخدموه بالن مثلا البروف عطانا نخدمو بها باش نلقاو الألفا إذا عطانا البرصانتاج كيف نلقاو الألفا كنشدو البرصانتاج بار اكزمبل هنا بلاسة الاني كتوبة باقي برصانتاج كنشدو بار اكزمبل كندربوها ديلكتمو في 3.6 كيف مانفو الريقون في الفورميل التانية ولا عطانا الفريقونس ألفا كتساوي الفريقونس فوا 360 دنك البرصانتاج باي فوا 3.6 والفريقونس فوا فامين باش كنحصلو على ألفا مللي تلقاو ألفا كنرسمو دائرة هي دياجرام سيركولير وكنحطو كل X في البلاسة اللي كتسحق من اللي كبيرة للصغيرة احتر الصغيرة دابا كيف مادا بكيبال لكم واحد دياجرام اللي كيتسمى دياجرام أباغ بمعنى الأباغ هي الأعميدة شنو كيبالنا في هاتلو دياجرام هذا هنم اللي كنصيبوه على هاتشكل هذا بالنسبة ل الكاركتير كاليتاتيف كنحطو XE التحت و NE الفوق إما كنستعملو NE ولا FE ولا PE اللي مهم اللي مهم اللي زيف فكتيف ولا الفريقونسو للبائي تيكونوا الفوق أما XE كتكون التحت هنا عبارة على دياجرام أباغ بمعنى أباغ هي الأعميدة لذلك XE التحت هي أول عمود ديال اللونغ فرنسيز وطماتكمو NE ديالو 45 كنديرو الفرنسي كتطلع جهة 45 كنصيبو العمود كيف مكتشوفو دبا حاليا بشرط أن ديكت تيغي ديال الفرنسي كتكون الوسط مراها كاللونو باش يبالي نوصفي كيف ما صيبنا الفرنسي كندوزو السبليونية السبليونية فيها 30 NE يعني كنطلعو جهة 30 وكنصيبو العمود ديالها وكيف ما صيبنا الفرنسي السبليونية كندوزو الإنجليزية فيها 15 والطاليانية فيها 10 هدا هو بنسبة للعنغرافيك أباغ دونك هالدائرة كتسمى دياجرام سيركولار وهد 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 الغرافيك هدا كتسمى غرافيك أبار هدو بالنسبة للفاريابل كاليطاتيف أوكي سيدي دابا غدي نشوفو بالنسبة للفاريابل كونتشيطاتيف ديسكرت كنستعملو فيها الفاريو والبزر فافي أما الكاليطاتيف فالنسبة للفاريابل والنسبة للفارياب المثال ومن بعض المنازل هدو تابلو ستاتيستيك ماذا هو X-E لكي نسيبه لدياغرامه X-E عبارة على أعداد صحيحة طبيعية يعني لا يوجد كاليتاتيف مثل الطابل الأولي اللي فيه الفرنسي أو السبريوني هذا فيه أعداد صحيحة طبيعية 0.1.3 وماشي أعداد اللي فيه الفاصيلة للمجالات دونك أعداد صحيحة طبيعية دونك كي تسمى discrete الان اي دياله مثلا نصيره الان اي دياله هي 25 واحد هي 42 جوج هي 38 ثلاثة هي 15 أربعة هي 6 كيفاش كنصيبوه؟ ديه ما تنقول لكم X-E كتكون هي التحتانية والان اي هي الفقانية دياغرام اون باطو تيكون على هات الشكل هذا كيف ما صيبنا بالنسبة للكاليتاتيف؟ كنصيبوها بالنسبة للديسكرات كنشوفو زيرو شنو قدامو؟ قدامو ان اي 25 كنطلعو حتى جيت 25 وكنحبسو كندلو النقطة كنشوفو الواحد 42 كنطلعو جيت 42 جوج 38 38 ثلاثة هي 15 ربعة هي 6 هذا هو الدياقرام اون باطو اون باطو شفنا اليوم في هذا الترس هذا كيفاش كنصيبوه لغرافيك؟ انواع ديالو في الحالة ديالفاريابل كاريتاتيف وفي الحالة ديالفاريابل كونتيتاتيف ديسكرت نتمنى لكم فرجة ممتعة وتكونوا السفتيو ما الترس ونتمنى ما نكونش طولت عليكم وإلى اللقاء انشاء الله في ترس القديم اللقاء ديالفاريابل على لغرافيك لتكونوا في حالة ديالفاريابل كونتيتاتيف كنتمي شكرا